لما ترى أثر البخل على البخيل وعلى أهله وأولاده والكلام ده زي ما قالت سيمين فاطمة أخت عمر بن الخطاب أم البنين قالت إيه أفل للبخل لو كان طريقا والله ما سلكته ولو كان ثوبا والله ما لبسته ولو كان صراجا ما استدقته أبدا بحط الناس بتباش عايزة منك لمال ولا طعام ولا الكلام ده عايزين منك حسن خلق حسن معشة رقيف الأخلاق احترام الزوجة ممكن تصبر على ظلم زوجها على فساده على عدم وتسعى للإصلاح يتصلح لكن البخيل أبدا لا تستطيع المرأة أبدا أنها تصبر على بخر الرب كرسة خلقها مش قادرة تعيش البخيل بيفرح باللي جامعه ومش عارف أن اللي جامعه دوت هيكون للورسة وبعد موته أمه هيتعمل فيه وتورسه فيه يوم الأيام شوفته الترند اللي طالع بالسيدة اللي كانت بتشهت ما عرفش إيه لأه الفكت اللي ما ماتت في البيت بتاعها مليون فلوس فكت بتاخدها من الناس طبعا بتصدق ما بقاش أنا بتصدق وياك وزعوا المليون هي عامة هتحاسب عني هي هتسأل عني يطوق البخيل على رقبته بالمال كده خلاص لأسابه للورسة لمنك استمتعت به لمنك كفت أهل بيتك وسبتهم يعني على يتكففون الناس الله عز وجل يقول وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَخَيْرًا لَهُمْ بل هو الشر لك سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله من رأسه السماوات يقول الله بما تعملون خبير فرق ما بين البخل والشح زي ما قلت لكم البخيل بيبخل على غيره لكن على نفسه كريم على نفسه الشحيح ييه كرسة بيبخل على نفسه وعلى غيره دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أذكر الصباح والمساء اللهم يعوذ بك من الهم والحزن يعوذ بك من العجز يعوذ بك من البخل والجبن وعوذ بك أن أرد إلى أرض للعم أعظم بخل بخل الإنسان على نفسه بفعل الخيرات بخل الإنسان يكسب حسنات بخل إنه يبقى عنده نفع متعدل نفسه وخدمة الآخرين بخل إنه ما يعملش صدقة تعود عليه دنيا وآخرة أو إنه يتطوع في عمل متطوع أو حتى يبخل بجاهه بالمكان اللي هو فيه حرم الناس مع أنه كان ممكن يعطي خير لا يوفق ولا ربنا مسخروا للقضاء الحوائج ولا أي حاجة معيننا الله فعون العبد مدام العبد فعون أخيه سيدنا بن عمر قال الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلم ستر الله عز وجل يوم القيامة شوف الحديث إيه كله منافل البخل اللي ربنا بيوفقه بجد اللي بيرزقه القرم وخدمة الناس والخلق الحسن المحروم البخيل صفة مزمومة ومقبوحة عند العامة وعند الخاصة فلان بخيل بخيل مال بس تبعد عن قصة البخيل زي ما قلتلكم مش فقيل صفة الفقراء ده المحتاج ده ما عندوش مال قصة ليس الفقير ليس البخيل فقير الفقير ما عندوش ما يكنزه ولا يمنع عن الناس يطلق عليه بخيل لا البخيل اللي عنده مال وعنده قدرة على الانفاق لكن بيحطى لكل الكلام ده عن عمد وعن قصة دي القدرة مع القدرة اه فيمتنع عن الانفاق